إلى مشهد تحالفات المقبلة حيث يخوض مرشحون مستقلون فازوا في الانتخابات يخوضون حراكاً واسعاً لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان والدخول في مفاوضات تاليف الحكومة وذلك عبر مشاورات مع كتلتين امتداد وإشراقة كانون وهو ما يعني انقلاب معادلة الكتلة الأكبر التي غالباً ما كانت تشكلها كتل معينة دون غيرها وأوضح المرشح المستقل الفائز بالانتخابات باسم خشان أن المشاورات في هذا الإطار بدأت فعلياً لتكون كتلة معارضة داخل البرلمان أو كتلة قادرة على تشكيل الحكومة المقبلة موضحاً أن هذه المشاورات بعيدة عن الكتلة الصدرية أو كتلة دولة القانون وباقي القوى السياسية التقليدية فيما يقود اتلاف دولة القانون عملية تشكيل تحالف نيابي مع تحالف فتح وعدد من الكتل الأخرى مشكلاً تحالفاً من تسعين نائباً في إطار سعيه لتشكيل الكتلة الأكبر